لم يمر صباح العراقيين أمناً هذا اليوم فصد التفجيرات الإرهابية لم يعد لها أوقات فهي تضرب عصب الحياة التي يحاول الجيش العراقي إنعاشه في التقدم الميداني في معركة الموصل قيادة عمليات بغداد أعلنت أن تفجيراً إرهابياً بسيارة مفخخة استهدف منطقة جميلة شرق العاصمة التفجير أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية بعدد من المحال والمنازل القريبة العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات وهجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة هدفها التأثير على سير نجاحات الجيش في معركة تحرير الموصل وفي محاولة نيائسة لمنع تقدم الجيش في الموصل أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير الجسر الرابع في الموصل وفق ما أعلن عنه قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق عبد الأمير رشيد يار الله موضحا أن قوة جهاز مكافحة الإرهاب تقدمت باتجاه الجسر حيث تمت السيطرة على التقاطع المؤدي إليه وتحرير حي الأطباء الأولى والثانية بدوره أعلن الناطق الإعلامي باسم الشرطة الاتحادية العراقية العقيد عبد الرحمن الخزعلي العثور على خرائط ووثائق لتنظيم داعش الإرهابي داخل مقر ما يسمى المجاهدين الشيشانيين شرق الموسل وتحتوي على معلومات عن نية التنظيم المتطرف تنفيذ هجمات في المحافظات العراقية ومقار حكومية